الأهلي عرفنا من خلاله كذا قصة عن لاعبيه وعن العروض وعن التعاقدات الجديدة وعن ربما التجديدات في التعاقدات لللاعبين اللي موجودين حالياً والأولى هي قصة أليو ديانج التفاصيل أيوة جلتا سرايبعت عرض رسمي للأهلي لضم أليو ديانج زي ما كان بتقول التقارير التركية بقالها أيام ولكن عرفنا تفاصيل العرض الرسمي وصل بكام والأهلي طالب كام والقصة حالياً وقفة على بعض الأمور المادية البسيطة اللي ممكن تنقل اللاعب المالي من مصر إلى تركيا جلتا سراي رفع عرضه إلى خمسة ونصف مليون دولار لشراء أليو ديانج بشكل رسمي من الأهلي الأهلي قال لأ زودوا معنا مليون دولار عشان نوافق على بيع أليو ديانج لجلتا سراي الأهلي كمان طلب نسبة 20% من إعادة البيع لأي ناد آخر بعد السنة الأولانية لو بعد التانية تنزل لـ 15% من السنة الثالثة تحديدا لكن الأولى والتانية 20% لو تم بيع اللاعب النادي التركي حالياً بيدرس طلب الأهلي لكنه كان عرض 10% فقط من إعادة بيع اللاعب بعد أول موسمين إذا حدث الأهلي كان وافق على رحيل ديانج وبيسعى لتعديل حسم ملف جلتا سراي في ظل وجود عروض أخرى خالجية ومن فرنسا وإسبانيا ويسعى لحسم ملف ديانج لضم لعب أجنبي بدلا منه لكن تبدو الأمور تبقى اللي إحنا شايفينه وتبقى للسياسة الأهلي في ملف ديانج تحديدا قريبة للأهلي بالنسبة له ديانج استثمار أنت جايبه بمليون تقريبا مليون وحاجة دولار ودولة جايلك عرض بخمسة أضعاف الرقم اللي أنت جايبه به إنجاز هيبقى رقم كبير طبيعي جدا أن الأهلي كمان بيفكر في بدائل اللاعب فشايف أن ديانج الدبابة البشرية في نص ملعب الأهلي دفاعيا واللي بيخدم هجوميا كمان ليه بدائل؟ حمدي فتحي عمر السلية أكرم توفيق موجودين وبيشاركوا كمان وأكرم توفيق بينتظم بل وبيشارك في مراكز مختلفة إلى جانب ممكن بالفلوس دي تعمل صفقات جديدة فتبقى كسبت فلوس وحافظت على الفريق اللي بيحقق لك نجاحات ديانج توج مع الأهلي بلقبين دوري أبطال إفريقيا في ضرف سمانية أشهر ضمن كتيبة من الرجال توجه بيقى البطولاتي سواء في مصر أمام الزمالك أو في المغرب أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ترجمة نانسي قنقر